أعلن مشروع نزال الألغام في بلادنا مسام أنه تمكن خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري من انتزاع الف وواحد وثمانين لغما وذخيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في عدة محافظات يمنية وأضاف في تقرير نشره مركزه الإعلامية أن الألغام المنزوعة منذ بداية الشهر وحتى السابع والعشرين منه بلغت أربعة آلاف وستمائة وخمسة عشر لغما وذخيرة غير منفجرة وأبوة ناسفة وذكر التقرير أن أجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع ارتفع إلى ثلاثمائة واربعة وثلاثين ألفا ومائتين واربعة وسبعين لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن